عن أبي حمزة الثمالي قال استأذنت على مولانا الباقر عليه السلام فخرج وشفتاه تتحرك وبعد ذلك قلت له يا ابن رسول الله جعلت في ذاك ماذا كنت تتكلم؟ فقال لي الإمام الباقر عليه السلام رجاء استمع رجاء استمعي واجعلي من هذا اسلوب حياة وكذلك أن تجعل من ذلك اسلوب حياة وإذا استطعت أن تكتب هذه العبارة على باب بيتك قبل أن تخرج من البيت والضامن هو الإمام الباقر عليه السلام أو أنك تكتب هذه العبارة بورقة وتضعها في سيارتك أو أن تضعها في باب بيتك من الداخل ليقرأها الجميع قبل خروجهم والضامن هو الإمام الباقر عليه السلام نحن اليوم في ظل هذه الظروف البائسة والتعيسة نحتاج إلى هذه الأذكار والأوراد التي ذكرها الأيمة عليه السلام للحفاظ على حياتنا وعلى أهلنا وعلى أحبائنا جميعا ولكي نرجع إلى بيوتنا سالمين معافينا برحمة الله عز وجل فأبو حمزة الثمالي قال للإمام الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله ماذا كنت تقول فقال لي الباقر عليه السلام إني والله الإمام الباقر عليه السلام يقسم إني والله تكلمت بكلام ما تكلم به أحد قط إلا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وكذلك آخرته فقلت له يا ابن رسول الله إخبرني ما هو هل إمام الباقر عليه السلام هو الضامن وليس هذا فقط مع ضمانه يقسم بالله عز وجل وهل أن الإمام الباقر عليه السلام يحتاج إلى قسم يحتاج أن يقسم بالله لكي نصدق به وهو الصادق ولكنه أقسم بالله كي يحثنا على مسألة دائما أن نثابر على هذا الدعاء رجاء كتب كتب في باب بيتك رجاء قبل أن تخرج واحفظه فهو قصير والضامن هو الإمام الباقر ماذا يقول فقال الإمام الباقر والله تكلمت بكلام ما تكلم به أحد قط أي واحد يتكلم به كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وأخرته جميعنا يحب أن الله سبحانه وتعالى يكفيه جميع الأمور وخصوصا المهموم من عدها الخايف من عدها المرتبك من عدها فقال الإمام إلا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وأخرته فقال قلت له يا ابن رسول الله علمني هذا الدعاء فقال لي الباقر عليه السلام قل حين تخرج من منزلك بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله توكلت على الله اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ليقضي الله له ما أحبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل هذه العبارة القصيرة بسلوب حياة ترجمة نانسي قنقر